في كل سنة حضراتك طهيبين بقى منزل دوري جديد وموسم جديد إن شاء الله يكون سعيدة على كل أجل طبعاً بالنسبة للرياضة ده حدث مهم جداً في كل سنة حضراتك طهيب صباح لفل عليك خلينا نبدأ قبل ما ندخل في المناقشة بقى الفرق المختلفة أحدث التدعمات تنتائج المباريات الكلام ده كله خلينا نبدأ بالجديد في هذه النسخة من هذا الدوري هذا العام يمكن النسخة 64 من الدوري المنصر الممتاز نسخة إن شاء الله يكون مميزة الدوري بدأ سنة 1948 واحد من أعرق الدوريات في الشرق الأوسط والعالم العربي وفي أفريقيا أكيد دوري لي رونقاص جداً جداً شعبية كبيرة عندك أكبر فرقتين في العالم العربي دوم شعبية لأهل والزمالك فأكيد الدوري المصري بيكون ليه متابعة خاصة نسخة 64 الكل مستنيها كل مستني بعد ما الزمالك فاز باللقابين وراء بعض هل يحقق لقب التالي على التولي الأول مرة في تاريخه ولا الأهلي اللي معاود جماهيره ما بيغيبش عنه الدوري في سنوات كتيرة وبعد ما فقدوا سنتين عايز أستعيد لقبه وحقق لقب 43 وعز رقم القياسي البيعيد تماماً عن كل الأندية المصرية ولا هنشوف بقى بطل جديد فظل منافسة شارسة من بيرامدز اللي بيطلع حبة حبة وكان آخر حاجة السنة اللي فات حسب المركز التاني على حساب النادي الأهلي وكان برضو يعتبر منافس لحد الأمطار الأخيرة أو قبل أسبوعين ثلاثة مع نادي الزمالك على لقب الدوري هنشوف السنة دي إلا يحصل والله هتطلع بقى بطل جديد خالص برى الأهلي وزمالكو بيرامدز في ظل زي ما تقولتم شوية موضوع التدعمات الجديدة أكتر من 160 صفقة السنة دي كل الأندية المصرية عملت صفقات تتفاوت أسعارها لقب كبير جداً جداً وده بيؤكد أن كل الفرق مستعدة بشكل قوي جداً هنشوف محترفين من دول جديدة أماكن جديدة كمان فالناس بدأت تبص كمان على نوعية اللي محتاجها فريقه أعتقد ده يعني شيء إيجابي للكرة المصرية أن كل فريقه فيه احترافية أكبر لكل الأندية فده هيعلي مستوى منافسة أعتقد السنة دي هيبقى موسم مسير جداً جداً يمكن من أطرف الحاجات أو أجمل الحاجات كمان زيادة عدد الجمهير بشكل نسبي لأت 6000 متفرج 3000 لكل فريق أعتقد دي أمر مهم وفيه كمان وعود أنها ممكن تزيد خلال الموسم لعادة أكبر بشرط وحيد أن الناس بس تبقى ملتزمة خلال التشجيع الجمهير الحقيقة ملح كل المباريات لكن على سيرة المحترفين ووجود المحترفين كتير من المحللين كانوا بيتكلموا بشكل عام أن إحنا دايماً ممكن تبقى عندنا أزمات في الملعب على فكرة أداء أو اللاجوان على ذكر بقى المحترفين اللي حضرتك تحدثت عنهم في كل الدولة سعود برضو أسوان وفرق أخرى ده هيدي له طعم تاني هل شايف أن إحنا ممكن بقى نتخطى الأزمة دي ولا ممكن لسه نبقى مجتمرين فيها وأنه لسه اللعبين بياخدوا على المدربين وكذا طب أي موسم جديد لازم محتاج شوية وقت اللعبة الجديدة سواء محترفين أجانب أو حتى لعبة محلين لما بيروح لفريق جديد أكيد محتاج ببعض الوقت عشان ينساجم مع زميله ومع طريقة الإدارة في الفريق مع الكتش الجديدة أو المدرب اللي هو بتعامل معاه كل مدرب زي بقوله كده كل شيخ وليه طريقة فكل مدرب ليه طريقة في التعامل لو أنت راح لعب جديد على مدرب ما تعملتش معه قبل كده هتاخد شوية وقت على المتعرف طريقته إمتى بيزعق إمتى بيهزر إمتى بيكون بيتكلم جد إمتى بيكون بيكلمك بينصحك إمتى يكون بيعنفك فده بياخد شوية وقت ده مع كل الناس متوقع مدة دي طريقة لا مش أقل من 5-6 أسابيع لما الناس تبدأ تاخد على بعضها وكمان تنبدأ نشوف بقى برضو المنافسة هتمشي إزاي يعني إحنا برضو ناس تقولك بدري ده سيراميكا عمل ماتش مع المصري وكيسة بترها الصف ده سيراميكا هي من حاجة السندي مش شرط ده المصري خسر ترها الصفر في أول لقاء إبه كده مصري ممكن يعاني من الهوط برضو مش شرط الإسماعيلي خسر من الأهلي ده أسمحه خسر من الزمال كل ده لسه ما فيش أي حاجة ممكن بعد مرور 5 أو 6 جولات هنقدر نبان بقى نشوف مين بينافس على المربع الدهبي مين بينافس على الدوري مين الفرق اللي بتعاني في مراكز الهبوط ممكن كمان السنة دي احنا عندنا فيه كاس العالم ولكن وقت المنديال الكورنة مش هتوقف في مصر عندنا فيه 3 جولات تم إعلانهم بشكل رسمي يعني وقت كاس العالم بعض الناس قالت هيبقى فرصة إن لو حد عنده مشكلة يصحح المشاكل اللي عنده لكن الدوري مستمر فيه 3 جولات خلال المنديال آه فيه بينهم فترات متبعدة وهتبقى برضو فرصة لو فيه حد عنده مشاكل يبدأ يحلها أو يشوف لها حلول في خلال هذه الفترة لكن أعتقد البداية مبشرة جدا من ضمن الحاجات الجميلة إن أول 6 متشاط في الجولة الأولى كلهم شهدوا هدف مفيش تعادل سلبي خالص ونتمنى إن احنا نشوفهش لحد نهاية الموسم